عمقنا عربي ولا يمكن أن نستغني عنه هذا لسان حال الحكومة في بغداد عندما يكون لها مصلحة عند دول الخليج وبنفس الوقت امتدادهم إيراني حتى النخاع ويغلبون مصالح طهران على المصالح العربية الأمر الذي يكشف عن ازدواجية تفتقر إلى أدنى مواصفات الصدق ومقابلة الإحسان بمثله هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي توقع عقدا مع وزارة الكهربائي في أكومة الكاظمي لإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقع جنوب العراق لإمداده بنحو 500 ميجاوات من الطاقة من دول مجلس التعاون بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي يستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرا بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة طوق نجاة للكهرباء في العراق بعد تفاقم أزمة الديون الإيرانية المتراكمة على العراق بسبب الغاز والطاقة وكذلك إهدار الحكومات المتعاقبة أكثر من 90 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أن تصلح شبكته وأكثر من ذلك ما ذكره معهد بروكينغز أن العراق يخسر سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة وتشمل الخسائر هذه الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون على شراء الطاقة والخسائر في قطاع الصناعة والزراعة والمشاكل الصحية التي يسببها الانقطاع المستمر للطاقة بحسب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد السلطاني وتشير التقديرات لأن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميجاوات من الطاقة لتأمين احتياجاتها عدد صناعية منها حرص دول الخليج على استقرار العراق وإنقاذه من أزماته يقابل بصواريخ الميليشيات وتهديداتها العلنية بالضرب هذه الدول خدمة للمشروع الإيراني ولعل هذه المفارقة العجيبة أكثر ما يبرهن على استحالة الثقة بالعملية السياسية وإخراجها من عباءة خامنعي